موسيقى زهر اليوم بمقابلة سيادة الرئيس عبد ميجيد تابون يجب أن أعترف أنه شخصية رائعة لأنها كانت مقابلة تتسم بالحماس والولاء للوطن العربي والرغبة الأكيدة في تحقيق نجاح كامل لهذه القمة التي ستعقد خلال أيام رجعني الرئيس في كافة المسائل المتعلقة بالقمة وتبينت أنه على اطلاع كامل بكل الترتيبات وينوي أن يكون في استقبال القادة العرب عند وصولهم والضيافة الجزائرية ممتدة بالكامل القمة تؤشر إلى أنها سوف تكون فعلاً قمة لم الشمل هنأت الرئيس على نجاحه في تحقيق مصالحة فلسطينية نأمل نأمل أن يتمسك الفلسطينيون بها أن ينفزوها حرفياً أن يصدقوا مع أنفسهم دفاعاً عن مستقبل فلسطين أملي أن الاجتماعات القادمة للمندوبين ثم الوزراء الخارجية تنتهي إلى التوافق الكامل الذي نرصده حالياً الجزائر سوف تكون في عرص يوم أول نوفمبر والثاني من نوفمبر وبحضور عدد طيب كبير من القادة العرب شكراً جزيلاً